تابع رئيس مجلس الوزراء مصفى مدبولي خلال اجتماع وزري عدد من ملفات العمل الخاصة بوزارة المالية منها استكمال مناقشة بنود موازنة العام المالي الجديد 2022-2023 كما تابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إجراءات طرح السقوك السيادية المستهدف إصدارها قريبا بعد موافقة مجلس الوزراء على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار سقوك سيادية في الأسواق العالمية وأتم الاتفاق على أهمية عمل الحكومة مع المصدرين لدفع الصادرات المصرية في هذه المرحلة لتحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات